لو هروح المتحف المصري الكبير أكد بلي بالإيه؟ بصي المتحف المصري الكبير ده زي ما احنا عارفين كده أكبر صرح ثقافي وحضاري في العالم لازم المتروحة تاخد بالك من مجموعة من الأشياء ما تفوتها إيش أول حاجة في حجز أولاين قبل متروحة بدل ما تقف على شباك التساكر يكون في زحمة ممكن تحجز أولاين عادي وبعد ما تروح وبعد ما تعد من بوابة الدخول لازم تاخد بالك من حاجة محطوطة قدام أمام وجهة المتحف وهي المثالة المعلقة المثالة المعلقة دي بتكشف عن خرطوش للملك رمسيس وده الأول مرة يظهر للعالم منذ 3500 سنة أول مرة يتكشفه أو يكون فيه مثالة معلقة تكشف عن ختم الملك اللي موجود في أسفل المثالة فلازم تروح وتعد من تحتيها وتشوفه بعد كده لما تخش المتحف لازم تطلع طبعا على الدرجة العظيم الدرجة العظيم ده علي التمثيل ضخمة حوالي 60 تمثال بتحاكي الحضارة المصرية القديمة بعد ما بتعدي على الدرجة العظيم في آخر الدرجة لازم توصل لآخر الدرجة علشان تشوف مفاجأة كبيرة جدا وهي الأهرامات التلاتي الناس بتقول إزاي هنشوف الأهرامات من داخل المتحف هتلاقي في نافذة عن لقى شباك كبير جدا بيبين لك التلات أهرامات وكأنهم معروضين داخل باترينا في المتحف المصري الكبير الحاجة التانية برضو الحاجة اللي من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها إن فيه أنشطة للأطفال داخل المتحف المصري الكبير يعني لما تاخد أطفالك ولادك معاك هتلاقي فيه أنشطة كبيرة جدا أنشطة دي تعلمية بتعرفهم بقيمة الحضارة المصرية القديمة وبتعلمهم الانتماء كمان للوطن الحاجة برضو المهمة جدا واللي تم إصارتها خلال الأيام اللي فاتت دي عبر سعر مواقع التواصل الاجتماعي وهي سعر تسكرة المتحف المصري الكبير فيه ناس قالوا أن سعر تسكرة 350 جنيه علشان المرشد عشان استحاب المرشد معه لا يا سعر تسكرة مش 350 جنيه يا سعر تسكرتك هتخش بيها 200 جنيه لما تخش جوا لو حابب أن يكون في مرشد معاك يلف معاك في جولة بتدفع 150 جنيه ودي مش إجبار لأي اللي ناس بيقولوا إن هي إجبار لا هي مش إجبار ممكن عادي تلف في المتحف من غير ما تدفع 150 جنيه بس سعر تسكرتك بـ 200 جنيه دي حاجات مهمة جدا لازم تشوفها بخلاف طبعا القطع الأسارية داخل كعاطة العرب